هل ستنتقل عدوى كورونا إلى الصناديق السيادية العالمية؟ نحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال قراءة لهذه الصناديق وتوجهاتها واستراتيجياتها وممرت به من أزمات وكيف تصرفت حيال وإزاء هذه الأزمات دعونا إذن نقف على التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ولا شك أن فيروس كورونا لم يترك شيء هناك انخفاض في أسعار النفط، تراجع في أسواق المال، أسعار الفائدة أيضا تراجع ورأينا النسبة الصفرية كل ذلك نتيجة مباشرة لهذه الجائحة تأثيرات سلبية على الاحتياطيات والصناديق السيادية الخليجية كواحدة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وأسعار النفط التي تؤثر أيضا ربما في هذه الصناديق أسعار النفط والموازنات الخليجية توقعات أسعار النفط العام 2020 جولد مانساكس تتوقع 20 دولار باركليس يتوقع 28 دولار ستاندر أند بورس تسهب إلى الحد الأدنى من التشاؤم 10 دولارات سأل التعادل المال المتوقع لدول الخليج 84 دولار للبرميل في السعودية 70 دولار أيضا في الإمارات 55 دولار في الكويت قطر 46 دولار تخفيض الإنفاق أو سحب من الاحتياطيات هذا ما ستجأ وتعمد إليه هذه الدول في ظل هذه الأزمة أثر تراجع أسعار النفط على الاحتياطيات والصناديق السيادية والخليجية انخفاض أسعار النفط بنسبة 50 في المئة منذ العام 2014 حتى العام 2018 أيضا احتياطيات النقد الأجنب التي تراجع 23 في المئة نتحدث عن 680 مليار دولار ثروة الصناديق السيادية أيضا تراجعت من تريليون وتسعمائة مليار دولار ب13 في المئة منذ العام 2014 حتى العام 2018 إذن تصنيف صناديق السيادية العالمية النرويج تقف في المقدمة بتريليون ومئة مليار دولار الصين أيضا بـ 940 مليار دولار أبو ظبي في المرتبة الثالثة 700 مليار دولار الكويت 600 مليار دولار وهونغ كونغ بـ 500 مليار دولار أيضا هذه هي الصناديق السيادية حول العالم إذن هذه هي رؤية لأبرز الإجراءات أيضا التي تقوم بها الصناديق السيادية في مواجهة كورونا يعني النرويج صاحب الصندوق الأعلى في العالم تعتزم سحب 13 مليار من صندوقها السياسي السيادي من أجل تحفيز المال لدعم الإختصاص في خطوة لمحاولة درء آثار كورونا الصين خفضت المخاطر في المحفظة 50% كواحدة من ردود الفعل المباشرة على هذه الجائحة وتأثيراتها والصين كانت بؤرة لهذا الفيروس وانتشر بعد ذلك إلى بقية أرحاء العالم سنغافورة خفضت المكافآت للموظفين أيضا بسبب كورونا كواحدة من الإجراءات الاحترازية نتيجة لهذه التراجعات التي عمت الصناديق السيادية كيف تعاملت مع الأزمة المالية 2008 وهناك طرح تساؤلات حول دور وفعالية هذه الصناديق البعض يعني يرى أن دورها لم يكن بالمستوى المطلوب في الأزمة المالية العالمية تحول عدد من الصناديق إلى الاستراتيجية التالية الاستثمار بعيد عن المخاطر كانت هذه هي ردود الفعل لهذه الصناديق بعيدة الأزمة المالية العمل على دعم الإقتصاد المحلي أكثر من الانفتاح على الإقتصاد العالمي التوجه بعيدا عن الأصول الأجدبية التي سببت كثير من المشاكل ما هي الاستراتيجيات التي تعدها لفيروس كورونا يبدو أنه من السابق لأواني الحديث عن ذلك باعتبار أن هذه هي جائحة صحية تحولت إلى كارثة مالية واختصادية وتلك كانت أزمة مالية مباشرة تم التعامل معها وفق هذه الموجهات